النهاردة ريكاردو سواريش اجتمع بي الجهاز الفني الاربعة بتوعه داخل المران لوحدهم خالص خالص بعيد عن بقية افراد الجهاز المعاون والجهاز الاداري الاربعة اللي هو جاي بهم اللي هو موراسيو فاش ده المدرب ورؤول ماريا وبدرو ده الاخصاء الفيسيولوجي وادواردو لوبو اللي هو مدرب حراس المرمى اجتمع معاون الاربعة محدش عارف هم كانوا عايزين ايه ثم جاب محمد شناوي حرس المرمى وقائد الفريق وقال له جمع لي اللعيبة كل ده والجهاز المصري بعيد كانت تساوي قمصان بعيد كانت تساوي العبد الحفيز بعيد مدير الكرة وبدأ يوجه رسائل شديدة اللهجة هو مبارح تفرج على مباراة الاهلي واسموح الخسر فيها النادي الاهلي بنتيجة 3 اتنين وبدأ يوجه رسائل شديدة اللهجة للعبين يعني هو من اول يوم بيظهر العين الحمرة للعبين بعد ما شاف الاداء مبارح وبالمناسبة هو كان مستأج جدا جدا من اداء الفريق مبارح وتحديدا قال للمقربين من المصريين يعني او اللي وصل لي المسئولين في النادي الاهلي او بعض المسئولين في النادي الاهلي ان الكلام اللي تقال لي حاجة واداء اللاعبين اللي انا شفتهم قدام سموحة حاجة تانية مستأجدا من اداء المدافعين داخل النادي الاهلي هو بكلمك على المباراة مباراة مباراة وده يمكن المراني الاول اللي انت شايفينه ده لي سواريش ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي